اتفرقتي على فيلم الوصوص لكن زرافاء اتفرقتي انت شكلك ملكيش في الافلاب الارضي لا ليه بس بتعادل امام محمد نظهر ممكن اه عرفتو طيب كان فيه بغبغان كان قديم قوي هو اللي فضحهم طيب ده احنا كده بنقولها بهزار الجدير بتذكر ان كان فيه الوصوص برا جدا يعني كان حاجة كده بتهرب مخدرات ده من ضمن الحاجات الموجودة بتهرب مخدرات وكان عصابة كبيرة جدا 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 وكان مين اللي بينقذهم البغبغان كان كل ما ييجي الشرطة يقولهم يعني الشرطة جاي علينا البوليس جايه علينا وبعد كده وبعد كده لما الشرطة عارفت ان البغبغان ده هو اللي بيعمل كده لان هم خلاص هم خلاص يعني كل شوية بيطلعوا منها ابضوا على البغبغان ده وعقابا ليه حطوا في حضاكة الحيوان ابضوا على البغبغان مش الله ابضوا على البغبغان على الصال خاطر هو ده وحطوه في حضركة الحيوان ده أكبر دليل على أن الحيوانات بجد عندهم ولاء طبعا الطريقة غلط بس هوا عندهم ولاء غير طبيعي لمالكيهم وأن هما بيبقوا معاهم وأن حتى البغبغانات بيبقوا سو ماتش ديفوتد للناس أو بيبقوا أهو صورته أهو هو ده اللي تقبض عليه ودخل أهو الصورة هي هيدخل بقى حضركة الحيوان شكرا ما هيكلوا عيش وحلاوة ما نعرفش يعني إيه رأيك يا ماريا في الوضع ده؟ مش حاجة تتقال حرام إن هما يعني ما يسيبوه مع صاحبه مع العصابة والعصابة هي اللي تتسجن شايفيني أراء بس أنا أقولك حاجة يعني برضو ناس الظريفة يعني هما معملوش حاجة وما ودوه حضركة الحيوان فبردو يعني يعني انتماع حضركة الحيوان ناس طيبين يعني يفضل مع صاحبه طبعا هو زي أهله شايف إنه هو يستاهل بصراحة حكام يروح النار على طوله هو طبعا يعني ما أصبعي الأستاذة ماريا إنه مع صاحبه وهو كده يعني يفضل مع صاحبه أنا بقول لأ يروح جدينة الحيوانات أنت خليه مع صاحبه الحيوانات بدل ما البريئة دمين علموه آه والله يجبتوا هذا وحشا السرقة